كشفت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربراليف عن إجراء واشنطن مناقشة مباشرة مع جماعة الحوثي بشكل دوري واثناء مؤتمر صحفي قالت باربراليف إن بلادها لا تصنف الاتصالات مع الحوثيين ضمن المناقشات القوية في هذه المرحلة مشيرة إلى أن واشنطن تستخدم السبل الدبلوماسية والعسكرية كافة لثني الحوثيين عما وصفتها بالمغامرة غير المدروسة والتخلص من مخزونهم من الأسلحة المخصصة للاستخدام ضد الحركة التجارية للسفن ودعت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي جماعة الحوثي للعودة إلى العملية السياسية بين الأطراف اليمنية عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتراش عن أسفه لتعطيل جهود إنهاء الحرب وأحلال السلام في اليمن وفي تصريحات تلفزيونية قال غوتراش إن الجهود السابقة توصلت لنتائج مهمة مع الحوثيين وتفاهم مبدئي كان سيسمح للأمم المتحدة بالمضي قدما نحو اتفاق السلام حضر وزير الخارجية الأسبق أبو بكر القربي من تصعيد قادم يهدد توافقات الحل في اليمن وفي مشور على منصة اكس قال القربي إن ما يجري في البحر الأحمر من وجود وانسحاب لسفن حربية مع تحركات عسكرية في المنطقة وتصريحات وتسريبات يحمل رسائل متناقضة قد تؤدي لتصعيد قادم يهدد توافقات الحل وضف وزير الخارجية الأسبق أن على المبعوث الأممي ومجلس الأمن قراءة التطورات قراءة صحيحة لمنع تصعيد عسكري جديد يزيد من معاناة اليمن وشعبه